هاي جايز انا هامس واول حاجة عايز اقولها لكو هي كل سنة انتو طيبين ورمضان كريم النهاردة عايز اتكلم معاكو عن حاجة كلنا بنعاني منها دلوقتي وهي الزهق لان كلنا اكيد قاعدين في البيت وفي حظر واقاعدين في الحجر وحاجة تزهق اكيد فهاخليكو على شوية من الاشيات اللي انا شخصيا عملتها حاسيت ان الموض بتاعي يتغير او حسنت شوية من نفسيتي ممكن ساعتكم CPAIO كمانettle عايز اقول الحمدللله احنااان في البيت الحمدللله احنا معانا اهلنا الحمدللله احنا كويسين في البيت بس طبيعي احنا نزهق احنا بناء ع依dah واخد الخمس اسابيع هنكون زهقنا وعايزين نشوف ناس عايزين نشوف شمس عايزين نشوف سمع عايزين نشوف دونيا. عشان كل الناس دلوقتي اكيد بتشتغل من البيت فانا هقولكو على حاجة انا عملتها اا وهي ان انا غيرت قطي. مش غيرت قطي ان انا جبت عفش جديد وغيرت وكل حاجة. لا بس العفش يعني وديت السرير في مكان تاني الدسك في مكان تاني كده عشان احس الكنبة في مكان تاني عشان احس ان شوية الدونيا اختلفت وبقيت قعدة في مكان مختلف مش المكان اللي انا قعدة فيه بقالي كتير. ودي حاجة على قد ما هي ممكن تكون تفهة بس هي بجد بجد فرقت جدا. اولا ضيعت ضيعت وقت في ان انا اوضب القوضة فقعدت مسلا تلات ساعات. لا مش تلات ساعات مش الدرجات دي يعني بس قعدت مسلا ساعتين بنضف القوضة بشيل السرير بنقل العفش بفكر احط الحاجات ازاي. فضيعت وقت في ان انا اصلا اعمل كده. وكمان كل ما بدخل القوضة بيبقى في مخي شكل القوضة زمان ودلوقتي وبشوفها دلوقتي فبحس ايه ده يعني اهو الحمد لله الدنيا تغيرت شوية او في في تغيير شوية في القوضة. حاجة كمان ممكن تعملوها غير ان انتو تغيروا بتاعة القوضة هي ان انتو تخلوا القوضة شكلها مرتب اكتر. يعني تشيلوا كل الكركبة او تحاولوا تخبوا كل الكركبة تدوروا على طرق ان الحاجات اللي انتو بتشوفوها كل يوم فوشكوا ازا القوضة مكركبة. وفيها اوراق كتير فيها حاجات كتير طلع برا ان انتو تحاولوا مثلا تلاقوا لها مكان في الدولاب. الاول توضبوا الدولاب. تلاقوا اماكن في الدولاب تخزنوا فيها الحاجات اللي طلع برا موحشة شكل القوضة. حاجات كده. انا اصلا في العادي شخص منظم جدا. فالحاجات دي الرادي كانت عندي معمولة. بس ازا انتو اصلا عندوكو الحاجات دي بينة او واضحة او عاملالكو مضايقاكو او كده. حاولوا تنظفوا البيت او على اقل اكتر مكان انتو بتعودوا فيه تخلو شكله جميل تخلو شكله يفتح النفس كده ان انتو تبقوا قاعدين فيه متشوفوش كركبة متشوفوش سندي متشوفوش كتب كتير متبعترة حاجات كده. اولا انا حاولت افكر ازاي اقسم قطي اخليها زي بيت صغير اقسم في اقسم في شغل اقسم في نوم. يبقى كزا كزا حاجة في قوضة واحدة. اول حاجة عملتها هي ان انا فكرت ايه اكتر وقت انا بقضي في البيت هو انه النوم ايه هو ان انا بشتغل. داسك بتاعي كان باصص لحيطة فكان حاجة مملة جدا وكان بجد يعني بيكئبني كل يوم الصبح ابص على حيطة حاجة كئيبة. فجبته عند الشباك عشان كل يوم لما اشتغل ابقى اتليست شايفة شوية نور ابقى شايفة عمرات تانية شايفة سامة اي حاجة شايفة حاجة غير حيطة بيضة. دلوقتي هوريكو قطي شكلها عامل ازاي. وازاي قسمتها. الاول اول ما بدخل من الباب في سرير هنا. سرير والكمودينو ده الباب. وهنا في سرير والكمودينو وبعدين هنا في تسريحة بتاعتي. ودي انا مش حب الزات والله ماما وبابا صورة دي يعني ماما وبابا واختي جابوا هالي عملو هالي فعد ميلادي. مش حطها فخورة بيها يعني ولا انا عاملها لنفسي. ام ده اللي بحط في البجاما بتاعتي لبس الصلاة. وده الدولاب. وبعدين هنا الداسك بتاعي. انا هناك اهو. ده الداسك بتاعي. وهنا الكانبة بتاعتي. اوكي. فهوريكو بقى انا اسمتهت زي. اولا ده قط النوم. ده المكان اللي بنام فيه. وبعد كده الجزء ده هو الشغل. هنا بقعد في الشغل. وهنا خليت الدسك هنا عشان اولا الدسك ما كانش مكانه هنا. الدس كان مكانه في الحتة دي. مكان التسريحة دي. فخليت الدسك مكانه هنا. ما كان الدسك كان السرير بتاعي. فوديت السرير الناحية التانية. هنا والدسك ده كان هناك. والكنبة كانت في المكان الدباديب دي فالحاجات دي كلها يعني عكست كل حاجة عكست السرير والمكتب جبت السرير هنا والمكتب وديته الناحية تانية وبقى هنا في بقى حاجة اتفرج عليها الصبح اشوف شمس اشوف نور بافتح الشرباك شوية في هناك استنهاريكم في هناك كده بحر شوية بشوفو مش بحرياني هو حاجة صغيرة كده شوية مية بتفرج عليها وبالليل لما بخلص بقوم لفة الديسكتوب ده ده مش بتاعي ده بتاع الشغل وبقوم قاعدة هنا بتفرج بقى على اي حاجة انا اذا اتفرج عليها طيب هوريكم بقى حاجة كمان دلوقتي احنا بنسافر كتير احنا مش عايشين في مصر فبنسافر كتير ففي عندنا شنط سفر كتير فبدل ما هي تبقى قاعدة بين يعني دي كلها حاجات حاجات مالهاش لازمة ومش مالهاش لازمة هي مهمة بس مالهاش لازمة ان انا اشوفها كل يوم في ناس كتير بتبقى حطاهم اا فوق الدولاب كده انا مش عايزة احطوهم فوق الدولاب عشان ما بقاش شايفاهم كلهم كل يوم فانا حطتهم ورا السطارة عشان يبقوا بعيدة عن نظري وما بقاش انا شايفاهم كل شوية واي حاجة تانية انا مش محتاجاها بقوم حطاها في كومدينو في الادراج احطها في الدولاب عشان ما يبقاش فيه هرجلة كتير في الاوضة ودي هنا حاجات انا بستخدمها كل يوم دلوقتي بقى للجزء الرياليست جدا اللي في الاوضة وهو تربست المكوى حاولت اخلي الاوضة جميلة وشكلها حلو بس مفيش مكان احطت تربست المكوى فانا حطتها هناك يعني زي ما هي كانت وخلاص ودي حاجة كنت بستخدمها عليها جاكت بتاعي وعليها شنطة بتاعتي الحاجات دي يعني كان ممكن اشالها قبل الفيديو بس حبت اقول لكم انه عادي بيبقى اوقات حياتنا كده في كومدينو في كومدينو كورسي مالوش اي لازمة في الاوضة وطرابزة مكوى مالوش اي لازمة ومش هتحلي الاوضة بس عادي يعني ممكن اضحي واخليها في قطي بعد بقى ما رتبنا الاوضة وغيرنا الاتموسفير وعملنا كل ده ممكن اكيد برضو نزهق فاقول لكم على شوية حاجات ممكن تساعدكو هي ان انتو ترتبوا 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 ايامكو مثلا يوم تكلموا صحابكو على زوم يوم تكلموا جروب تاني يوم تكلموا صحابكو في الشغل يوم تكلموا العيلة كل يوم تكلموا جروب من الناس يضيع وقت هتحسوا ان انتو شفتوا ناس تانية اه انتو في نفس المكان وقاعدين في نفس القاعدة زي كل يوم بس اتليست هيغير شوية من الموت بتاعكو في المكالمات دي اوقات بتزهقوا اما بتحسوا ان انتو مفيش حاجة تعملوها يعني احنا قاب نتكلم بس خلاص يعني المكالمة حتى بقت مملة حاولوا تلعبوا ألعاب على الكال يعني تلعبوا مثلا كنوا بنلعب انا وصحابي اوتوبيس كومبليت بنلعب ألعاب تانية كتير كده شوفوا على الانترنت ايه الحاجات ايه الألعاب اللي تقدروا تلعبوها على زوم او على اي كوميونيكيشن بتاع انتو بتستخدموه وهتلاقوا حاجات كتير تقدروا تعملوها ثرو اوت المكالمة كمان تانية حاجة ممكن اقولكو عليها هي ان انتو جربوا تطبخوا او تعملوا اكلات انتو ما كنتوش بتعملوها اصلا انا في الحجر ده طلعت شوف شربيني لجواي عملت كل حاجة انا متخيلتش انها ممكن عملها يعني مثلا يوم كنت حاسة نفسي عايزة اكلة شينيز عملت اكلة شينيز طلعت وصفة من انترنت وعملتها انا متخيلة ان انا اقدر اصلا اعمل اكلة زي كده بس عملت وعملت سويتز كتير حلويات كتير كيك بقى تروفلز ترميسو حاجات كتير جدا طلعت الريسيبيز من على الانترنت وعملت زي ما هما بيعملوا بالضبط فبجد ضيعتلي وقت في ان انا افكر اه خليني اشوف الفيديو ده ولا الفيديو ده اللي اتفرج عليه وبعدين ان انا حضر الانجريديونس وان انا اطبخها اصلا في البروسس دي مسلا بكون ضيعت ساعة ساعتين تلاتة على حسب طلها في الوقت بيعدي طبعا حاجة كمان اكيد كلنا عملناها وهي ان احنا نهتم ببشرتنا نهتم بشعرنا نعمل مسكات حاجات كده كتير طبعا في ناس كتير ومنهم انا فترة الحجر دي بدل ما تحسن لي بشرتي مع ان انا باهتم وكل يوم بحط معسك وبحط معرفش ايه وعمل كل شوية اعمل حاجة بس مع كده بشرتي ساعت ما تحسنتش وده ممكن يكون عشان نوشينا بيشوفش شمس ما قاعدين في البيت في مكان مغلق مفيش هوا كويس داخل كله تكيف حاجات كده ممكن تبوز لنا بشرتنا جامد يعني واحنا نكون فاكرين ان اه احنا بنحسن في بشرتنا وكده حاجة كمان ان احنا كتر ما احنا مهتمين ببشرتنا ممكن ينسوق بشرتنا فاحنا كأن البشرة دي كأنك حد يعني انتي عصيبة مهملة طول الوقت وبعدين فجأة قومي يحطله حاجات كتير 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 اها يتصدم فبدل ما يحسن من نفسه هيتصدم وهيسوق احنا نهتم ببشرتنا ونهتم بشعرنا بس في المعقول في نفس الرينج اللي احنا كنا بنعمله قبل كده طبعا اذا ما كنتش بتهتموا ببشرتك خالص ولا بشعركو خالص واحدة واحدة مثلا مرة في الأسبوع نعمل ماسك مرة في الأسبوع نعمل ماسك لوشنا ماسك لشعرنا كده مرة في الأسبوع بدأ كده مرتين كده ماكسمم يعني ثلاث مرات مش كل يوم نخترع ماسك جديد ولا نعمل معرفش ايه واقروا انلاين الحاجات اللي مفيدة لبشرتكو مش اي حاجة تشوفوها على الانترنت هتبقى كويسة او مناسبة لبشرتكو كل واحد بشرته مختلفة كل واحد احتياجاته مختلفة حاجة كمان ممكن تعملوها واكيد سمعتوها كتير قوي ان انتو تبدأوا تتعلموا حاجة جديدة انا شخصيا ما بدأتش هتعلم اي حاجة جديدة غير ان انا اتعلمت ازاي اطبخ اكلات معينة اه اتعلمت ازاي اغلس على اختي كويس قوي بجد بقى يعني ما اتعلمتش حاجات جديدة اولا انا اه في الايام الاسبوع خلال الاسبوع بيبقى عندي شغل كتير قوي وبخلص متأخر قوي ولما بخلص ببقى تعمانة ومجهدة فما بلحقش افكر في حاجة اعمالها اكيد ناس كتير كده الشغل من البيت ده كنا فاكرين ان هو اه ممكن اشتغل ساعة وعد عالتلفزيون شوية هو ما بيبقاش يعني عدد ساعات الشغل اكتر بكتير قوي من ما احنا كنا متخيلين اكيد كل الناس عندها نفس المشكلة دي فالشغل بيشغلنا طول اليوم ازا احنا بقى ما بنشتغلش ندور على حاجة تشغلنا ندور على حاجة نتعلمها جديدة نتعلم انسترومنت جديدة نتعلم بجد نتعلم طبخ حاجة كمان مهمة جدا هي ان انتوا كل يوم الصبح تغيروا لبسوكوا تعملوا كأنكوا خارجين وما تخرجوش اليوم امبارح ولا اول امبارح نزلت كان اول يوم رمضان مش عارفة فيديو ده هينزل امتى يعني بس اول يوم رمضان احنا طبعا ما خرجناش خالتي جت لنا وكان اول مرة تجلنا خمس اسابيع عشان يعني كل واحد قاعد في بيته وكده المهم فخالتي جت نزلت بالشنطة يعني نزلت الصالة يعني كنت لابسة شنطة ولابسة فل اوتفت وجزمة وكل حاجة كأني خارجة حسيت انها بجد غيرت هو حاجة تفه جدا والطريقة عليا طبعا بس بجد حسيت انها شوية غيرت يعني من المود بتاعي هي كلها حاجات احنا سمعناها في الفترة اللي فاتت دي كتير وحاجات بسيطة بس لو عملناها بجد نحس ان احنا شوية غيرنا اكيد هنزهق واكيد ايام هنحس ان انا مش عايزة اعمل اي حاجة غير ان انا بس قاعد في السرير واتفرج ومعملش اي حاجة مش شرط ان احنا عندنا وقت كتير فاضي ان احنا طول الوقت نبقى شغلين نفسنا وطول الوقت بنعمل حاجات ده كمان ارهاق جدا لمخنا وتعب زيادة عن اللزوم فمهم اني يوم ما نعملش اي حاجة ونبضل قاعدين في السرير بس او نقعد تحت في الصالة او اي حاجة اتمنى اكون في التوكو شوية وتكونوا فكرتوا في حاجات مختلفة تقدروا تعملوها حتى لو مش حاجات انا قلتها ممكن تكونوا قدتكم افكار لحاجات تقدروا تعملوها تانية ان شاء الله هالفترة دي تعدي وما نفضلش في الحبسة اللي احنا فيها دي كتير بس دي الحاجات اللي اقدر نعملها دلوقتي في الوقت الحالي اللي احنا قدين فيه شكرا لكم بشاهدة ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للشانل واعملولي فالو على صفحتي على انستجرام واكتبولي في الكومنت تحت عايزين تشوفوا اي في الفيديو الجاي كل سنة وانتو طيبين باي اشتركوا في القناة